عزيز والصبايا ببساطة هي هذه الحمير أصحابها شباب يحسنون تدليلها والعناية بها لكن أين قد تصدف في هذا العصر مربي حمير ستجدهم هنا في مزرعة الحمير بمعاصر الشوف في جبل لبنان هم شباب أطلقوا مشروعهم منذ شهرين المزرعة توفر للزائرين متعة استكشاف الحياة القروية الغائبة تماما حتى في القرى من بيوت الضيافة العتيقة إلى الحيوانات الأليفة إلى الزراعة وتقطير اللوفندر نحن تقريبا بحدود الخمسين شخص اللي عم نشتغل كل يوم مع بعض فرص عمل كلها الشاباب والصبايا من مختلف الفئة العمرية من مختلف الطبقات التعليمية إذا بدي سميها في ناس معلمين نس ما قدروا يتعلموا ناس خلصوا جامعة ناس بعدهم بالمدرسة من كل الفئة العمرية وصاروا كلهم عم بيساعدونا اللي عم بيطبخ اللي عم بيشتغل بالأرض اللي عم بيساعد بالماركتينج اللي عم بيساعد بالإدارة الأطفال هم الفئة الرئيسية المستهدفة في هذا المشروع هنا يخضون رحلة العودة إلى حياة جدودهم بدءا من تناول الأطعمة القروية الصحية مرورا بحصاد الزرع وطبعا القيام بجولة على ظهور الحمير هنه عم بيكونوا أولاد كتير متفجئين يعني أول مرة عم بيكونوا عم بيقربوا على بقرة هالقدة يكونوا عم بيحلبوها عم بيشوفوا هاي العملية كيف عم بتسير يعني هنه يوجوا اللي بيشربوا الحليب دغري فهلأ هنه عم بيشوفوه عم يرجعوا يشربوا اللبن أو عم يرجعوا يشربوا الحليب كتير عم ينبستو أو بس ياخدوا الحمار الرايدي يروحوا فيه على بيت الشجرة كتير عم ينبستو وعم بيقربوا ليون هالقد وعم بيطعموهم وبس عم بيعملوا التقطير لللافندر هلأ وعم بيدقوا دغرة طازة كمان شي كتير حلو يعني experience كتير حلو مش عايشينا من قبل لبنان زاخر بمقاومات السياحة البيئية ومع اشتداد الأزمة الاقتصادية باتت هذه المشاريع تشكل بدائل للفئات الشابة التي تمدها بالرزق والراحة في آن الحياة الريفية الأصيلة لم تعد موجودة إلا في شريط الماضي لكن مؤسسي هذا المشروع استحضروها بكل روحيتها وتفاصيلها ليستشعر الزائر أنه سافر عبر الزمن فعلا ليال خروب اليوم معصر الشوف